التفسير العلمي للريمونتادا ما كان يخفيه عنك بارتيميو من منا لا يذكر نهائي دور أبطال أوروبا عام 2005 في إسطنبول وكيف عاد نادي ليفربول من تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول ثم الفوز في اللقب ومن منا ينسى لمسة روبرتو لاعبي برشلونا وهدفه في الدقيقة الأخيرة ضد باريس سان جيرما ليوسع النتيجة إلى ستة أهداف لهدف ويتأهل برشلونا إلى الدوري ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا رغم تأخر البارسا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب العودة في النتيجة من بعيد أو كما يطلق عليها الأسبان الريمونتادا إذ بدأ استخدام هذا المصطلح في كرة القدم بعدما قلب برشلونا الطاولة على باريس سان جيرما في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017 في إحدى أشهر مباريات القرن الحادي والعشرين كما انتشر المصطلح بشكل واسع لاحقا بعد خروج برشلونا من مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019 من نفس الطريقة الريمونتادا أمام ناديي روما وليفربول وكما تعودنا أن يكون هناك تفسير علمي لجميع الظواهر في الطبيعة فلابد أن يكون هناك تفسير علمي للريمونتادا التفسير العلمي للريمونتادا أنا أل باندورا في عام 1977 قدم الطبيب النفسي الكندي ألبرت ماندورا في جامعة ستانفورد الأمريكية مصطلح الكفاءة الذاتية هذا المصطلح الذي اعتمد عليه الكثير من خبراء علم النفس في تحليل ظواهر رياضية غامضة مثل عودة الرياضي بشكل أقوى بعد الإصابة الطويلة ولماذا يضيع لعب كرة السلة الرمية الحرة خلال اللقاء رغم أنه سدد الآلاف منها بنجاح في الحصص التدريبية ولماذا قد يفشل لعب كرة القدم بعد انتقاله لناد آخر رغم أنه أثبت مهاراته في أندياته السابقة أسئلة عديدة يحاول علماء النفس الإجابة عليها من خلال تفسير مصطلح الكفاءة الذاتية الذي فسره ألبرت ماندورا بنفسه بأنه إيمان الشخص بقدراته وكفاءته على النجاح رغم كل الظروف ومن هنا بدأ التفسير العلمي والنفسي للريمونتادا إذ ربط علماء النفس مصطلحا ريمونتادا أو العودة في النتيجة بأربع عوامل علمية العامل الأول إتقان التجربة تشير الدراسات أن الفرق التي تعود بالنتيجة من بعيد لم تفعل ذلك بمعض الصدفة وإنما بسبب خبرة وثقة لاعبيها الذين شهدوا إنجازات مشابهة للفريق ويعلمون أن الأمر يمكن تحقيقه فمثلاً هل تعلم أن برشلونة قبل أن يفوز على باريس سانجرمان بنتيجة ستة أهداف لهدف بأسبوع واحد فاز بذات النتيجة على سبورتينغ خيخون في أحد مباريات الدوري الإسباني وأن ليفربول قبل مواجهة إيسي ميلان والعودة التاريخية بالنتيجة عاد بالنتيجة بأكثر من مناسبة في الدوري الإنجليزي ودوري العبطال في نفس العام أبرزها أمام فولهام إذ قلب تأخره بالنتيجة في الشوط الأول بهدفين إلى الفوز بأربعة أهداف هذه الأحداث تشكل عاملاً عظيماً ومؤثراً على قدرة الفريق وثقته من قلب النتيجة فلاعبوا برشلونة استمروا بتقديم أفضل ما عندهم خلال لقاء باريس سانجرمان لأنهم يعلمون أن نتيجة ستة أهداف مقابل هدف هي أمر قادرون عليه كيف لا؟ وهم نفسهم من انتصر بهذه النتيجة قبل أيام ولعبوا ليفربول دخلوا الشوط الثاني ضد إيسي ميلان عام 2005 وبذاكرتهم عديد من المواقف في الدوري ودور العبطال قلبوا فيها النتيجة في الشوط الثاني مما منحهم الثقة بإنجاز المهمة العامل الثاني التعلم من التجارب السابقة تشير الدراسات أن الخبرات غير المباشرة أو التعلم من تجارب الآخرين السابقة هي أكبر دافع للعودة في النتيجة لهذا نرى أن هناك أهدافا كثيرة في الدقائق الأخيرة في نهائيات دوري أبطال أوروبا إذ أصبح كل فريق يتذكر لقطة أولي جوني سولشير أمام باير ميونيخ من نهائي عام 1999 وهدفه الذي أهدى الفوز بالدقائق الأخيرة لنادي مانشستر يونيتد وبعد ذلك رأينا هدف دروكبا على بايرين ميونيخ في نهائي عام 2012 بنفس الطريقة وهدف أريين روبين في الدقائق الأخيرة على دورتموند عام 2013 ورأسية راموس في الدقائق الأخيرة عام 2014 أمام الأتلاتيكو مادريد ثلاثة نهائيات أوروبية على التوالي بها أهداف في آخر دقائق مما يشير إلى أن التأثر والتعلم من التجارب السابقة أمر مهم في عالم المستطيلة الخضراء وفي مثال حي على تأثير التجارب غير المباشرة على الريمونتادا رأينا روما يعود بالنتيجة أمام برشلونة تماما كما فعل برشلونة بباريس في العام الذي قبله وهذا ما استغله ليفربول في السنة التالية أمام برشلونة وعاد بالنتيجة أيضا بعد هزيمته ذهابا بثلاث أهداف نظيفة التجارب السابقة للفرق تؤثر بشكل واضح على عقلية وأداء الفرق الأخرى فمن يوم ما عاد برشلونة بالنتيجة أمام باريس سانجرما ونحن لا نثق بنتيجة الذهاب لأي فريق في أي بطولة في العالم العامل الثالث الدعم الاجتماعي أحد أهم العوامل هو الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه الفريق عند تخلفه بالنتيجة وهذا العامل يأتي من خلال المدرب كابتن الفريق نجم الفريق والجماهير نذكر كيف التفت كل مدينة برشلونة حول فريقها ووعدوا بالعودة بالنتيجة أمام باريس رغم الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق في ملعب الأمراء ونذكر وعد رونالدو لجمهور فريقه يوفينتوس بالعودة أمام أتلاتيكو مدريد وشحن الإعلام والفريق كاملا رغم تخلفهم أمام أتلاتيكو مدريد بهدفين دون مقابل ولا سيما أن المهمة كانت شبهة مستحيلة ليسجل ثلاثة أهداف في مرمى فريق يدربه دييغو سيميوني الذي لم يتلقى أي هدف في آخر خمس مباريات لكن هذا ما حدث فعلا العامل الرابع العقلية العقلية قد تكون أكثر الكلمات شيوعا في كرة القدم فنسمع أن ذلك الفريق لديه عقلية البطل وذلك الفريق يجب عليه أن يغير عقليته ليصل بعيدا في البطولة وأن بعض الفرق لديها عقلية دفاعية وأخرى هجومية لكن المقصود هنا هي عقلية أفراد الفريق فإن توفرت العوامل الثلاث السابقة لكن لم تكن عقلية أفراد الفريق كما يجب لن تنجح الريمونتادا وهذا قد يكون أصعب عامل من العوامل الأربعة السابقة عدم تقبل اللاعب لفكرة الخسارة ولعبه حتى آخر لحظة من المباراة بنفس القوى والحماس هو أمر نادر جدا ويعتبر من أهم صفات اللاعب المحترف وأكثرها ندرة لهذا قد لا نرى الريمونتادا بشكل كبير خارج نطاق الأندية الكبيرة والبطولات الكبرى لأن ريمونتادا ببساطة تحتاج عقلية معينة ترفض الاستسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر